اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة متمني للفنان الراحل للرحمة ولعائلته الصبر والسلوان وبسام لطفي ابو غزالة الشهير بالفنان بسام لطفي هو ممثل فلسطيني تعود اصوله من مدينة الكارم الفلسطينية انتقل مع جيش الانقاذ العربي السوري في فلسطين الى سوريا عام 48 بعد النكبة الفلسطينية وعاش هناك مع عائلته الى يومنا هذا وكان الفنان الراحل بسام لطفي رفيق امر الممثل المخرج سليم صبري فبدأ نشاطهم الفن سويا عام 57 فكان بسام لطفي احد مؤسسي المسرح الوطن الفلسطيني في سوريا والمسرح القومي في سوريا عام 60 ومن مؤسسي نقابة الفنانين السورية وسجل الفنان الراحل بسام لطفي حافل بالاعمال المميزة في المسرح والتلفزيون والسينما وقد اورث موهبته الفنية لابنه الذي اصبح فنانا معروفا وقد لا يعلم البعض انه ابن الفنان بسام لطفي وهو الممثل اياس ابو غزالة ولد الفنان الراحل بسام لطفي في مدينة طول كرم الفلسطينية في 1 ديسمبر عام 41 لابن فلسطيني وامن سوريا وعاش طفولته هناك وتلقى تعليمه الابتداء في مدارس مدينته طول كرم ثم انتقلوا عائلته مع جيش الانقاذ العربي السوري الى سوريا يحكي الفنان بسام لطفي عن طفولته في سوريا لأحد البرامج التلفزيونية فيقول وانا في عمر العاشرة كنت طفلا كتير الغلبة والشغب الى حد كبير لهذا قرر اهلي ان اعمل في محل صناعة المفاتيح واصحابه هم اشقاء امي وبالتالي امضيت النهار في المحل وانا اصنع المفاتيح وتابع واعود في المساء ملوثة من الحديد ومعي خرجيتي وهي ثلاث فرانكات ولان اخت الكبرى هي من كانت تهتم بي وبنظافتي بعد عودتي كنت اعطيها فرانكا ولفرانك الثاني لامي والثالث كان لي ثم بعمر الستة عشر وما بعدها انتقلت الى مرحلة ثانية وبدأ النشاط الفني للفنان الراحل بسام لطفي في عام سبعة وخمسين على خشبة المسارح السورية برفقة صديقه الفنان سليم صبري وشهد عام ستين مشاركته في تمثيلية الغريب وهي اول عمل درامي عرض على شاشة التلفزيون السوري شارك الفنان الراحل بسام لطفي بالعديد من العمل الهامة بتاريخ لدراما السورية مثل بطل من هذا الزمان واخوة التراب ويوميات مدير عام وانت عمري وشارك الفنان الراحل بسام لطفي في قرابة سبعين عملا مسرحيا وتعتبر فترتين ستينيات وسبعينيات القارن الماضي قمة الابداع المسرحي بالنسبة له حيث شارك في الكثير من المسرحيات على خشبة المسرح الوطني الفلسطيني في سوريا الذي كان مهتما بعرض الخضايا الوطنية الهامة ويقول عن فترة عمله في المسرح الوطني الفلسطيني أنه لم يكن يهتم بالجانب المادي بل كان الهدف تقديم ثقافة مسرحية وإيصال خضية فلسطين من خلال هذا الفن إلى أكبر شريحة في المجتمع وقد تفرغ الفنان الراحل بسام لطفي للعمل في المسرح الوطني الفلسطيني تاركا عمله في الإذاعة والسينما والمسرح وبدأ جولة مسرحية في البلدان العربية ومن الأعمال المسرحية التي شارك فيها قسما بالدماء شعب لن يموت والطليق ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة